شاتجي بيتي يا جماعة دلوقتي اصبح متاح في مصر وفي معظم الدول العربية تقدر تعمل حساب برقم تلفونك المحلي وكمان بالاكاونت بتاع جوجل العادي. كل اللي انت عاوزه بس هتخش على بحس جوجل. تكتب شاتجي بيتي في البحث وبعدها يظهر لك اول نتيجة تختارها. وابدأ معي يطبق الشرح علشان تستفاد بكل خدمات شاتجي بيتي. هتظهر معك الوجه دي اضغط على تسجيل. بعدها هيفتح لقايمة بالطرق اللي انت عاوز تشترك بها في شاتجي بيتي انا اختار من خلال اكاونت جوجل. بعدها هيقول لك اختار الحساب انا اختار حسابي. هيبدأ بقى يدي لك بقى البيانات الخاصة بيك انت اكتب اسمك واكتب وليكن اي اسم انا هكتب اي اسم هنا كده والاسم برضو التاني. وهنا حط طاريخ ميلادك. يستحسن البيانات دي يكون حقيقية. وبعد نكمل معاها الخطوة اللي بعد كده. هيبدأ بقى هنا يقول لك حطي لرقم التليفون. جينا بقى هنا يا جماعة عند خانة التليفون. ركز او في النقطة دي مهمة. ما تحطش زيره قبل الرقم بتاعك. حط الرقم بتاعك من اول حداشر مثلا. او من اول عشرة. يعني لو انت رقمك زيره حداشر حط حداشر على طول وكمل بقية رقم بتاعك. لو انت زيره عشرة حط برضه عشرة على طول. وكمل بقية توزيح. بعدها اضغط على سند كود على اسمس هيبعات لك على التليفون بتاعك. وفي ثواني ما عدود هتبصت لها جات لك رسالة على الاسمس الخاصة بك انت. بعدها هتبدأ تحطوه رقم اللي جايبك على اسمس. هو تأكيد ان انت صاحب التليفون يعني. ث وهجب بالزبط كده الرسالة جات لنا هي هنبدأ ان نحط بقى الرقم الخاص بنا. تأكد بقى ان الرقم صح. وابدأ انقله من رسالة اللي جات لك على تليفون. على الشكل اللي ظهر قدامك ده. هتبص تلاقي ان فتح حساب اه شات جي بيتي بالشكل اللي قدامك ده. وانت خلاص بقى عندك حساب شات جي بيتي. تقدر تستفاد بكل الخدمات اللي بيقدامها. والموضوع جماعة خلاص بقى سهل وبسيط من داخل مصر. او من اي دولة عربية تقدر تفتح حساب على شات جي بيتي بطريقة سهلة ومجانية. طيب الحلقة اللي جاء ان شاء الله هنتكلم في الحتة التانية من الحلقة دي. اللي هي ايه? ايه اللي احنا ممكن نستفاده وايه الطرق الجميلة والسهلة اللي نقدر نستفادها بالحساب المجاني لانه فيما بعد في المستقبل هيكون طبعا اكيد مدفوع. ده توقعي. لكن لسه مش اكيد خلينا بس انت دلوقتي اعمل حساب على جي بيتي واستفاد والحق استفاد بكل خدماته. اتمنى الخير والتوافق للجميع وفي النهاية اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.